موسيقى المهني دون أن ندرك لأنه مهنة صحقة لا يمكن ممارستها دون احترام مجموعة من القواعد الكبرى في الصياغة طبعا ولكن مجموعة من القواعد الكبرى أيضا في مضمون الصياغة تاني بمعنى أنه اليوم تقاسر مؤشرات ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام كرية التعبير واحترام حقوق الأقليات واحترام حقوق النساء واحترام حقوق المواجرين واحترام فئات الهشة أيضا مما ينتجه الإعلام داخل رقعة ما داخل بلد ما في هذه المواضيع تنول قضايا الهجرة اليوم في بلادنا من طرف الزملاء وزميلات الصحفيين محتاجوا إلى الكثير من التدقيق ومن إدراك حقوق المهاجرين والمهاجرات ومن إدراك القضايا المرتبطة بالهجرة منها قضايا الوجور ومنها أساسا قضايا الوجور لأن المهاجرين الشرعيين مختلفين عن المهاجرين الغير الشرعيين مختلفين قضايا مختلفة أيضا عن المهاجرين الذين يطلبون الوجور كيف يمكن أن نتوى تناول هذه القضايا؟ كيف يمكن أن نعالجها؟ كيف يمكن أن نساهم في تحسين علاقة الرأي العام مع هذه القضايا؟ هل نفروض فينا أن نكون من مؤشر سلبي تجاه هذه القضايا؟ أم على الإعلام أن يكون مؤشراً إيجابياً تجاه هذه القضايا؟ هل من الفروض فينا كزملاء وزمينات صحفيات أن نغطي قضايا الهجرة بمبدأ الفضيحة وعاجل أم بمبدأ نقل الخبر بكل تجرور ومعالجته في القائطار المرجعي القائط المرجعي الذي ينضم مهنة الصحفة وينضم أيضاً حقوق الإنسان لجزء منها هي حقوق الهجرة والوجور طفع بالعيدي رئيسة منتدى شؤول هجرة وتبادل ثقافات منتدى شؤول هجرة وتبادل ثقافات كانت نضم دورة تكوينية لفائدة صحفيين من أجل تنزيل مخرجات الندوة التي سبقت تنظيمها في مارس الماضي حول صورة المرأة المهاجرة في وسائل الإعلام بالمغرب وبالفعل كانت دورة تكوينية ناجحة أطرتها كل من الأخت حنان رحاب والأستاذ طلحة جبريل على اعتبار أن هذا الموضوع هو موضوع جد مهم وله راه نيته المغرب قطع أشواط كبيرة في ملف الهجرة وبالتالي يجب أن تكون هناك مواكبة إعلامية لموضوع الهجرة والمهاجرين وتغيير الأوصاف النمطية والأساليب التي تعالج بها إعلاميا هذه الظاهرة وبالتالي كانت هذه مساهمة للمنتدى في خلق نقاش حول موضوع التعاطي الإعلامي للهجرة والمهاجرين من طرف الإعلام المغربي أعدت جدا بأن ألتقي هذه المجموعة الشابة في هذه الدورة التكوينية وحارست بأن أتكلم ليس فقط بالعقل ولكن أيضا بالقلب يعني كلام صادق في هذا الإطار ولفت انتباهي حماسهم كيف عرفت ذلك من الإصغاء يعني أروع ما يمكن شيء في هذه الدنيا أن تجد من يستمع إليك فالاستماع في حد ذاته نوع من التكريم وبالتالي كنت سعيد جدا بهذه الدورة بطبيعة الحال حرست أن أتكلم كمهني عن الموضوع أي موضوع الهجرة ولكن الذي يهمني هو كان كيف تتم معالجة أو تناول هذا الموضوع على اعتبار أن هذا كان أول عنوان الدورة التكوينية وأظن ما قلته واضح أنه يكون التناول تناولا فعلا مهنيا في المستوى عندما يحرص الصحفي على عمل صحفي حقيقي يستحضر فيه الأجناء الصحفية يستحضر فيه المصداقية يستحضر فيه جميع قواعد الكتابة الصحفية كيفما كان الأمر وبالتالي أنا أظن بأن الدورة التكوينية حققت شيء وعلى يقين بأنه ستبقى على الأقل أنا لا أقول بأن كل ما قلته يمكن أن يستحضر ولكن على الأقل هناك بعض الأساسيات التي أتمنى أن تكون حاضرة في أذهان هؤلاء الشباب من الصحفيين الذين فعلا من الواضح أنهم يريدون خلق إعلام حقيقي إعلام ما يحتاجه المتلقي سوى كان هذا المتلقي قارئا مستمعا أو مشاهدا أمام رازي مستفيدا من تكوين آليات تعاطي الإعلام مع قضايا الهجرة والمهاجرين التي تم تنظيمها من طرف منتدى أمام مستفيد من 8 يوم كثير كمهنيين من هذه الدورة التكوينية التي كانت فيها شقين شق الأول تناولته الأستاذة حانا الريحاب التي تكلمت على أخلاقية المهنة والتزام ضرورة التزام الصحفيين بها لا عمل صحفي حر ونزيه بدون الالتزام بأخلاقية المهنة ثم في الشق الثاني تولى الأستاذ الكبول كاتب الصحفي طلح جوري الحديث عن آليات تعاطي الإعلام مع قضايا الهجرة والمهاجرين والالتزام بأخلاقية المهنة كذلك المحاضرة دياله كانت محاضرة أكاديمية أكثر منها دورة تكوينية استفدنا منه كثير لخص لنا الأجناز الصحفية الكبرى وخصف عشر أجناز فقط تكلم على ضرورة محاربة الأخبار الزائفة فيك نيوز يعني استفدنا كثير بزافت الحويش كنا ما عارفينهم شو تعرفنا عليهم عن طريق الأستاذ الحجوري إذن شكرا للمنتدى الهجرة وتبدو التقافات على هذه الدورة التكوينية المهمة والمميزة وكان أعتقد أنني استفدت بزاف وأن كل المشاركات والمشاركين يعني يشاركونني نفس الرأي شكرا للمنتدى وشكرا لأستاذ المحاضرين على هذه الدورة قيمة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة